وبلال الصنعاني بلال الصنعاني هو مسؤول الجيش البادية في تنظيم حراس الدين ينحدر من بلدة العشارة بريف دير الزور كان مقاتلا ضمن صفوف جبهة النصرة ومن ثم هيئة تحرير الشام وعند انشقاق تنظيم حراس الدين عن جبهة النصرة بقي قسم من جيش البادية مع الجبهة تحت اسم الفوج 106 أجناد الشرقية في منخرط القسم الآخر ضمن صفوف حراس الدين محافظا على اسمه جيش البادية واتهمت بعض الحسابات الناشطة على تيلجرام الجولاني وهيئة تحرير الشام بالمسؤولية عن استهداف قيادات حراس الدين واتهم النشطاء الجولاني بالتسبب في قتل قياديين التابعين لحراس الدين كما أشاروا إلى مسؤوليته عن قتل أبو خالد المهندس في عام 2019 بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر